قال عضو الكونغرس الأمريكي سيث مولتن إن المشكلة في العراق وسوريا هي سياسية وليست عسكرية مؤكدة أو مؤكدة أهمية وجود خطة واضحة على المستويين السياسي والعسكري لحل المشكلات والأزمات في العراق وقدم سيث مولتن أربعة مقترحات لتكون أساسا لخطة مستقبلية تساعد على استقرار الأوضاع في العراق ولهزيمة تنظيم داعش يجب أن يبقى العراق بلدا موحدا لأن تقسيمه ليس هو الحل الأفضل للمشاكل التي يواجهها وأنا أفضل أن أرى العراقيين مجتمعين على طاولة واحدة ليناقش توزيع واردات النفط داخل قبة البرلمان على أن أراهم يتقاتلون ويختلفون على تقسيم الحدوث بين مناطقهم قد يبدو للبعض أن هذا هو الحل الأفضل ولكن الحقيقة هي بقاء العراق بلدا موحدا أفضل للعراقيين وللمنطقة والعالم وفي نهاية المطاف هدفنا هو المساعدة على تهيئة بيئة لعراق يتمتع بالسيادة والاستقلال يضم كل مكونات الشعب العراقي ودولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وقادرة على حفظ أمنها ضد التهديدات الخارجية والداخلية اشتركوا في القناة